هنبدأ نتكلم النهاردة على الميزانية أو التسوية التسوية معنى كلمة التسوية يعني ايه تسوية؟ عندي الأرض بتبقى طلعة ونزلة كده بيبقى فيه ارتفاعات وانخفضات في الأرض فأنا لم هاجي أعمل منشأ زي أنها هعمل طريق أو جسر أو هعمل مبنى أو هعمل مطار أو سجاك حديدية أو كل الكلام ده أنا محتاج أخلي الأرض كلها على منسوب أو مستوى أفقي تماما أخلي الأرض كلها أفقية فأقدر أعمل عليه المنشأ بتاعي ففي الأول خالص بنعمل حاجة اسمها الميزانية ايه الميزانية دي؟ الميزانية هي عملية بتمكننا من أنت تعرف ارتفاع وانخفاض النقاط المساحية بالنسبة لبعضها البعض طيب أنا لما أعرف ارتفاع النقطة دي وانخفاض النقطة دي بالنسبة لبعضها أنا كده استفدت ايه؟ أشوف بقى مستوى سابت هنطلق عليه اسم مستوى سطح المقرنة أو مستوى المرجعي وده مستوى سابت وبيتغير من مكان لمكان يأخذ عادة منسوب المقرنة المنسوب المتوسط لسطح البحر وأهمية الميزانية الميزانية اللي احنا نعمل الميزانية ان احنا نعرف مناسيب النقاط يبقى أول حاجة اتفان عليها ان الميزانية معناه ان انا بعرف مناسيب النقاط طب التسوية ان انا اعمل حفر مثلاً او ردم علشان اخلي الارض كلها على مستوى افقي تماماً طيب تعالوا نعرف اهمية الميزانية الميزانية نفسها الميزانية لما نعرف النقط او مناسيب النقط اقدر اعملها مثلاً على ورقة كده ولا ان انا اقدر اوصل النقط ديب بعضيها فتديني الشكل المبدئي لسطح الارض فهقدر ايه؟ اول نقطة عندنا تعين وربط منسيب النقاط المسحية ببعضها البعض ثاني حاجة اقدر ارسم بقى القطاع الطولي او القطاع العرضي واقدر اعمل بقى ميزانية طولية وميزانية عرضية اعمل اول حاجة ميزانية طولية وبعد كان ميزانية عرضية بعد كده اجيب الايه؟ القطاع الطولي او القطاع العرضي عشان اقدر اشوف بقى ان هعمل ايه؟ حفر فين وردم فين؟ او هاي هحفر وهردن مثلا على مستوى متوسط علشان التكلفة طيب الثالث حاجة هي رسم الخرائط الكنتورية رسم الخرائط الكنتورية يعني انا مثلا اسهل حاجة عشان تعرف عينيه خرائط الكنتورية الجبل اللي قداني ده هلاقي ان انا عندي الجبل ده لو انا بوسط عليه من البلان او من المسقط الافقي هقدر اتخيل ان هو عبارة عن شوية دواير الدواير دي كلما الدايرة ما بتبقى اكبر كلما المنسوب بيبقى اقل لان انا شايف من ايه من فوق طيب بعد ما مرسم بقى القطاع الطولي والقطاع العرضي بحسب مكعبات الحفر والردم يعني اقدر اشوف بقى انا ايه عايز احفر قد ايه واردم قد ايه طب هل انا مثلا هحفر او هاخد المنسوب مثلا المتوسط للحفر للارض بتاعتي والمنسوب ده هو اللي انا هخلي الارض افقية عليها هخلي الارض كلها في السوى المنسوب ده لشان اعمل اقتصاد اعمل ايه اقتصد كده وخلي كمية الكمية الحفر اللي انا هحفرها اردم بيها سواء كانت رمل مثلا او ما شابه زالك طيب نقطة نقطة مرجع التسوية الروبير طبعا اول نقطة لازمة نكون عارفها في المشروع بتاعي نقطة الروبير ودي نقطة معلومة الاحداثيات او معلوم منسوبها وعن طريق النقطة دي يعني النقطة دي سبق ايجاد منسوبها بالنسبة لمستوى مين المقرنة او مستوى منسوب بسطح البحر بدقة ايه عالية لازم ان بدقة عالية لان النقطة دي على اساسها انا هجيب منسوب الارض كلها طب هجيبها بايه بقاني طب بكام طريقة بطريقة سطح الميزان وبطريقة الارتفاع والانغفاء دي بقانا اقدر اجيب ايه منسوب النقطة عن طريق مين نقطة الروبير طب هل بقانا هجيبها بقى بايه بجهاز الميزان والقامة طب الميزان والقامة دول هجيبوا لي ايه منسوب النقط عن طريق طريقتين اللي هو منسوب سطح الميزان وتانية طريقة اللي يسمى طريقة الارتفاع والانخفاض وتتخذ كنقطة مرجعية لقياس منسيب النقاط الأخرى هي دي بتبقى ضيطاً بقى في المشروع بتاعي عشان أجيب منها منسيب أي نقطة تانية طب ايه هو احنا لسه متفقين ان النقطة الروبير هي ايه نقطة الروبير هي نقطة معلومة المنسوب طيب معلومة انه منسوب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمستوى المرجعي أو مستوى المقرنة طب مستوى المقرنة ده قلنا من شوية انه هو يبقى مين؟ هيبقى متوسط منسوب سطح البحر طب هل أنا بقى كله مشروع هيبقى جنبيه بحر البحر اللي أنا ايه اللي هو اللي فيه النقطة السبتة؟ أكيد لا فأنا باخد الروبير باخد الروبير ده بالنسبة لإيه للنقطة دي؟ عن طريق يأما مثلا الروبير ده يبقى يروبير محلي يأفرض مثلا النقطة دي يأما الروبير ده مأخوذ من إحداثيات نقطة تانية معلومة الإحداثيات بالنسبة لمستوى مين المرجعي طيب عايب بقى نتكلم على جهاز الميزان ده جهاز الميزان جهاز الميزان هو الجهاز الذي بواسطته يمكن الحصول على مستوى أفقي تماما مهما دار الجهاز يعني أنت مهما لفيت التلسكوب أو المنظار بتاع الجهاز 360 درجة هتلاقي أنه هو بيلف على مستوى أفقي تماما حول محوره الرأسي هذا المستوى الأفقي يقطع الآمة في القراءة المطلوبة يعني أنا هلاقي أننا الجهاز ده بيروح ببص على العدسة العينية بتظهر بقى العدسة الشائية الآمة باخد منها الإيه باخد منها إراية ومن الإراية دي أقدر أحصد منسوب النقطة اللي وقف عليها الآمة والآن بتتحرك تاني أبص أاخد إراية جديدة فتجب لي منسوب الأرض اللي هي النقطة اللي هتختلف أكيد عندي لأن الأرض مش هتبقى إيه مش هتبقى أفقية ومنها نستنتج منسيب فروق الأبعاد الرأسية المطلوبة وعنتي أنواع الميزان ممكن يبقى ميزان بصري وعادي وجهاز التسوية الاتوماتيكي والرقمي وميزان الليزر طيب وده هنتكلم عليه في فيديو منتصل طب الآمة بقى الآمة هي عبارة عن يعبارة عن إيه؟ زي المصطرة كده بالظبط طولها بيتراوح من 3 متر إلى 5 متر مصنوعة من الخشب أو الألمونيوم وعليها طبقة بنحط عليها كده طبقة من اطلاق بنطليها كده عشان تحفظ الخشب نفسه من العوامل الجوية مدرجة مثلا إلى أمطار وديسيمتر وصنتيمتر ومن الناحية التانية ممكن تلاقيها مثلا بالملي متر طبعا إحنا بنروح للملي متر عشان بتبقى ريتو صعبة شوية وطبعا بتكون عبارة عن إيه؟ متأثاب عبارة عن لونين كده أقسام التدليج بتاع الإيه؟ بتاع الآمة عبارة عن لونين طيب دي بالنسبة للآمة ولازمة للآمة دي تكون رأسية تماما وجهاز الميزان التسوية لازمة يكون ماله لازمة يكون أفقي تماما طبعا أنا أول حاجة بعملها إيه؟ بعمل للجهاز ضبط أفقية بعمل ضبط أفقية للجهاز عن طريق بقى الايه؟ عن طريق الميزان التسوية اللي هو بيقفل في القاعة المية دي لازمة نخلي الفقاعة في الوسط تماما طيب تعالوا كده قبل ما نخش في التفاصيل دي أكتر تعالوا نتكلم على باقي المفاهيم اللي هتخلينا نفهم يعني إيه؟ ميزانية أكتر طيب فرق المنسوب يعني إيه فرق المنسوب؟ هو مقدار فرق الارتفاع بين نقطتين مساحيتين يعني أنا لو معايا منسوب نقطة وانسوب نقطة تانية ممكن أجيب الفرق بينهم فتكون دي هي إيه؟ فرق المنسوب بين النقطتين منسوب سطح الميزان هو منسوب المستوى الأفقي العمودي على خط التسامت نسأل بقى هنا هو مستوى أفقي؟ تمام جدا العمودي على خط التسامت مين هو الخط التسامت ده؟ أول حاجة بنعمل ضبط أفقية وبنعمل ضبط للايه؟ للتسامت إيه هو التسامت ده؟ أنا أنا بجيب خط كده وبحط فيه شغول أو كده إيه؟ حديدة كده الحديدة دي لازم أن تكون إيه؟ سن التعحق رايح مثلا للنقطة اللي أنا مخلي الميزان واقف عليها يعني أنا مثلا إيه؟ النقطة دي أنا معلمها مثلا علامة كده لازم أن أخلي الشغول ده بصص عليها هي الشغول ما يروحش مين ولا شمال والخط ده اسمه إيه؟ الخط الرأسي بتاع الميزان يعني أنا أكيدني بزبط الخط الرأسي على النقطة وبعد كده بزبط الميزان في وضع الأفقي فيبقى الخط الرأسي عمودي على الخط الأفقي للميزان ده بالنسبة لمنسوب سطح الميزان هو أنه بقى هو المنسوب الأفقي بتاع الميزان يعني أنا الميزان بحسب إراية الآمة مثلا أنا عارف إراية الآمة عند النقطة اللي أنا وقف عليها دي وبقدر أو أي نقطة مثلا بعرف إراية الآمة وأنا بعارف مثلا منسوب منسوب النقطة دي فأنا لما أجمع منسوب النقطة على إراية الآمة تديني منسوب مين؟ منسوب سطح الميزان طبعا منسوب سطح الميزان هي الارتفاع ما بينه وبين مين؟ المستوى المرجعي لأن النقطة اللي أنا حطت عليها الآمة نعرف منسوبها طب النقطة دي من أول النقطة لحد المستوى المرجعي كل ده منصوب النقطة طب اطلع فوق شوية ايه راية الآمة يبقى كل ده اللي هو ايه منصوب صفح الميزان اللي هو من أول الميزان لحد المستوى المرجعي اللي هو بنجمع ده ده وهنشوف في المسائل الكلام ده وهنفهمه طب تعالوا بقى نروح لقراءة المؤخرة وقراءة المقدمة ومنتوسطها وهنسمعهم كتير قوي قراءة المؤخرة هي اول قراءة للآمة يتم رصدها من اي وضع جديد لجهاز التسوية او اول ما ثبت الجهاز في الوضع اللي انا فيه مثلا دلوقتي بقرأ اراية للآمة الآمة دي هي بنسميها اراية المؤخرة اللي هي الباك سايت طب ليه بنسميها مؤخرة مش المؤخرة دي مفروض اللي هي تبقى تيجي في الآخر لا هي مؤخرة هنا معناها الباك سايت يعني انا لو يعني الجهاز بيبقى ايه مفروض ان انا بسط له دائم انا برجع ابص كده يعني الف الجهاز وبص على النوتة ورايا فبسميتها الباك سايت هي اول نوتة انا باخدها بعد كده باخد قراءات في النص القراءات اللي في النص دي بنسميها القراءات المتوسطة واخر اراية بسميها اراية ايه او قراءة المقدمة قراءة المقدمة كتعريف هي اخر قراءة على الآمة تأخذ من وضع جهاز التسوية من الوضع اللي انا فيه دلوقتي طيب هنلاقينا قراءة المتوسطة بقى ممكن تكون فيه كان نقطة متوسطة ممكن تبقى فيه نقطة او اتنين او اكتر هي قراءة او اكثر تأخذ ما بين القراءة المؤخرة والقراءة الايه المقدمة طيب هيبقى عندنا بقى قراءة مين نقطة الدوران نقطة الدوران دي هي النقطة اللي بتوضع عليها الآمة يعني الآمة بتفضل سبتة كده لكن الجهاز بايه بيتغير مكانه فالنقطة دي بنسميها ايه نقطة الدوران طيب النقطة الدوران دي هي في الوضع اللي انا واقف فيه دي هي بتقرأ مين عندها الايه المقدمة طيب في الوضع الجديد رح تجيط حركة الميزان هيبقت مؤخرة في الوضع الجديد طيب هيوخز عندها قراءتين احدهما مقدمة والاخرى ايه مؤخرة ايه عند هذه النقطة ينقل الجهاز ويدور حول الآمة بينما تظل الآمة ايه سبتة في مكانها لذلك يجب مراعاة ان تكون الام عند هذه النقطة على ارض صلبة علشان ما تايه ما تهبطش مني وبتأثر على ضقة الايه الارصاد دي اسمها نقطة ايه نقطة الدوران طيب تعالوا كده نتكلم بقى عن مين عن مستوى المقارنة مستوى المقارنة هو المستوى الذي ينسب اليه ارتفاع نقطة وما على سطح الارض وتتخذ كل دولة وتتخذ كل دولة من دول العالم مستوى مقارنة خاص بها هي تنسب اليها ارتفاعات جميع اراضيها وفي الغالب يكون هذا المستوى هو منسوب او متوسط منسوب سطح البحر لان البحر قلنا هيبقى فيه شوية فيه ايه ممكن يبقى عالي ممكن يبقى واطي طب هنه هاخد ايه هاخد المتوسط طب منسوب النقطة نفسها هو البعد الرأسي بين اي نقطة على سطح الارض وبين المستوى مين المقارنة اتفقنا على كده ده منسوب مين النقطة طب لو انا مثلا النقطة دي هي عالية شوية عن المستوى المقارنة هتدي هتاخد شارة موجبة طب لو كانت النقطة دي تحت مستوى المقارنة اللي هو السفر المدني هتبقى شارتها بالسالب ده اسمه منسوب مين النقطة طيب تعالوا بقى نتفق على شوية احتياطات انا لازم ناخدهم لما انا بشتغل على جهاز الميزان ده بقى طبعا انا واحد واقف على الميزان وبيبقى الثاني شغال على الامة الـ Level و الـ Stuff تمام طيب قالك اول حاجة وضع الجهاز في منتصف المسافة تقريبا يعني انا بين الاراية المقدمة وبناية المؤخرة بحط الجهاز في منتصف المسافة علشان اقدر ان انا اتحكم في النقط اللي انا شايفها بين الجهاز والامة ماينفعش المسافة دي عن ميت متر لان انا بعد كده مش هقدر اخد مين مش هقدر اشوف كويس او هغلط يجب ان نتأكد ان الفقاعة في المنتصف الفقاعة بتاعة المين بتاعة الميزان تقف في المنتصف وتكون الامة رأسية تماما يجب ان تكون النقطة اللي عليها الامة كمان هي ارض صلبة عشان لو هبطت مني فهاخد اراية غلط والافضل استعمال القاعدة الحديدية السابتة التي وضع عليها تحت الامة يعني انا لازم نخلي كده تحت الامة زي ما احنا شايفين كده قاعدة قاعدة كده تتحط عليها الامة علشان نسبت عليها الامة ما تتحركش علشان تكون فيه صلبة شوية طيب كل دي الاحتياطات اللي انا هاخدها وانا شغال على الميزان والامة لازم يكون الميزان التفنى في الوضع الافقي لانهو شغلته هو ايه افقي تتعالو كانت نتكلم بقى عن المكونات الاساسية الخارجية للميزان المكونات الاساسية اللي هي تققى مثلا ايه العدسة العينية اللي انا ببص منها عشان اخد منها الحاجات كلها طبعا ايه هيختلف نظر كل واحد فانا ايه لازما ازبط الرؤية بتاعت كل واحد عن التاني في العدسة دي فانا هعمل ايه هعمل مصمار كده يوضح الرؤية وهنسمي ده مصمار التطبيق عندي العدسة الشيئية اللي انا بشوف بيجي عليها الاشياء فانا بشوفها بيسمها العدسة اللي انا بقى ايه يعني الضوء بينزل على الشيء اي شيء وينعكس ييجي على العدسة فانا ايه اشوفها في العدسة الايه العينية طيب عندنا كمان مصمار مصمار الحرقة الافقية البطيقة ده لو انا مش عايز التليسكوب او المنزار نفسه يتحرك كده بسرعة علشان لو هو تحرك كده بسرعة مش هقدر القط الاراية او هفضل ايه هفضل اغلط في الايه في الاراية بتاعته طيب او مش عارف اتحكم فيه طيب عندنا مصمار بقى الحرقة الافقية البطيقة ده اللي بيتحكم ايه فيه عندنا بقى تاني ميزان التسوية الدائري ده بيبقى فيه فقاعة الفقاعة دي لازم ان تكون في المنتصف علشان يعشان يبقى ايه يبقى الجهاز فيه في الوضع الافقي طيب وعندنا بقى خطين والخطين دول هنا ما لهم وهميين اللي هو المحور الرأسي اللي هو اللي بيبقى على مين على النقطة المعلومة او النقطة اللي وقف عليها الجهاز ودي بنسمينها ايه زبط التسامت اللي احنا بنخلي النقطة الشغول نازل على نقطة معينة اللي انا عايز اوقف الجهاز ايه عندها عندنا قاعدة الميزان ومسامير التسوية اللي مرتبطة بيها علشان اخلي برضو الميزان في وضعه افقي فانا بίζبط المسامير التسوية وبخلي وبخلي عيني على الفقاعة علشان تبقى الفقاعة في ايه في المنتصف او بزبط خمان مين معها الرجل بتاع الترايبوت او الحامل السلاسي اللي علي الجهاز علشان يكون الجهاز في وضعه افقي تماما وعندي بقى المنظر اللي هو اللي احنا بنحرك به والناشنكا لو انا مثلا على بعد حطت الامة على بعد 100 متر مثلا فانا مش شايف الامة فانا بص اوجه بالناشنكا وخلاص وزبط التليسكوب على الامة وبعد كده اخد بقى الاراية عن طريق ان انا ابص للعدسة العينية محور خط النظر بيكون عمودي على المحور الرأسي محور خط النظر